مرحبا احلا وسهلا فيكو في حالتنا اليوم الطبخ معمونة وميش اليوم حنساوي بامية بالزيت وبرضو مش حنقليها عشان تكون اكتر صحية فشو عنا المقادير هون عنا باوند واحد من البامية الطازة وانا منضفاها وفي فيديو اصير بورجيكو كيف نضفتها وامت الامعة على طريقة هرم اطعتها وبرضو جبت هون بندورة كبيرة طلعت حوالي كوب وربع وعنا كوب من البصل المفروم وفي عنا من رب الرمان ملعقة كبيرة وبين 3 ل 4 ملاعق زيت زيتون وفي عنا ملعقتين ونصف صغار من ملح الهملايا ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وربع ملعقة صغيرة من البهرات المشكلة ومنشان الادحة غير الزيت بدنا تقريبا 6 اسنان توم ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وتقريبا نصف كوب من الكزبرة الطازة وكل هاي المكونات بتكون مكتوبة تحت الفيديو انتو بس اكبسوا على اسم الفيديو تطلعلكو كل المكونات ونعت ماشي هلا منبدأ منحط ملعتين كبار من زيت الزيتون وبعدين منضيف عليهم البصلة ومنقلبها لحتى تكون طرية وهلا منزيد شوية من الملح على البصلة وشوية من الففل الاسود والبهرات المشكلة ومنحركها مضبوط ومنغطيها ومنخليها لحتى تترى البصلة يعني اخدت شي عشرين دقيقة على نار بين الوسط وبين الواطي وهلا بعد ما استوت البصلة منضيف هون البامية ومنضيف عليهم بقية الملح والفلفل والبهر ومنحركهم مضبوط بس بلطافة ما بتكون تكسروا البامية وبعدين بعد شي خمس دقايق منضيف عليهم البندورة الطازة وبرضو منحركهم بلطافة ومنغطي التنجرة ومنخليهم لتتبل البندورة تاخد شي حوالي خمس دقايق وهلا منضيف عليهم مية مغلية هذا كوب من المية المغلية ومنغطيها ومنخليها لحتى تترى البامية انا بيعتمد على نوع البامية في بامية بتاخد معي نص ساعة وهاي البامية اخدت معي والله ساعة فيعني بيعتمد على نوع البامية بس انتو بدقوها لما بتكون طرية ما بتقرش طرية يعني انها استوت هلا منشان نساوي الادحا او في بعض ناس بسموها الطاشة منحط هون ملعة او بتحطوا ملعتين كبار من زيت الزيتون حسب ما بترغبو انا حطيت هون ملعة كبيرة من زيت الزيتون وبعدين هون حطيت التمات بعد ما هرستهم بشوية ملح ومنحرك التومي بالاول لحتى تصير يعني قابلة للشقار هون منجيب الكزبرة الناشفة ومنحطها فوق التومي ومنحركهم مضبوط لاشي يعني عشر تواني وبعدين منحط الكزبرة الطازة وانتبهوا بعد ما تحطوا الكزبرة الطازة ما بدكوا تطبخوها كتير تقلوها كتير بعدين الكزبرة بتمرمر بس لحتى ما تتبل الكزبرة خلاص بتصير هون الادحة جاهزة وهلا هون بعد ما تستوي البامية مندوقها وبرضه منشوف كيف ملحها وبهراتها وبتقدروا تعدلوها حسب زوقكو اذا بتحبوا ملحة وبهرات اكتر وهلا بنضيف عليها ملحة كبيرة من رب الرمان وبتخلطوها بس بدكوا تطلطوها بلطاف انتبهوا كتير ما بدكوا تكسروا البامية وبعدين هون بتجيبوا الادحة وبتعطوها عليها وبرضه بتخلطوها بلطافة من غير ما تكسروا البامية وبتسكروا عليها وكمان هلا بتطبخوها للشي حوالي عشر دقايق على حرارة بين الواطي وبين الوسط وهيك استوت البامية وبتعطوها بالصحين وصحتين وعافية وان شاء الله يا ربي تعجبكم واذا عجبتكم اطبخوها وقالو لنا كيف طلعت معاكم واذا عندكم اي اسئلة كمان اكتبو لنا ياي بالتعليقات باي